اليوم سنتحدث عن أسباب عدوانية الطفل الطفل العدواني أول حاجة الأسوأ أو الدلع الزيادة عندما يكون أسية أو على ابني أو بدلعه الزيادة يجعله عدواني جداً الأفلام والعاب العنيفة الأفلام اللي يشوفها أو الألعاب العنيفة يجعل الطفل عنيف أو عدواني جداً ثالث حاجة التقليد لشخص عنيف يقلت حد يشوفه قدامه ويتعامل بعمفه سواء بابا، ماما، خالو، عمو، حد من أصحابه في المدرسة مدرس عنده رابع حاجة احتياجات غير مزدودة يعني احتياجات غير مزدودة يعني هو محتاج أنه حد يحبه أنه حد يهتم به أنه يكون مقبول أنه إحساس أن حد بيحترمه وبيقدره يبقى احنا بنقول هنا كده أسباب عدوانية عند الأطفال أول حاجة الأسوأ الزيادة أو الدلع الزيادة ثاني حاجة الأفلام والألعاب العنيفة اللي بيشوفها الطفل فبيحاول يقوم يقلدها ويكون عدواني جدا ثالث حاجة التقليد لشخص عنيف إنه بيشوف مثلا بابا بيزع على طول أو بيتعصب وبيضرب على طول بيشوف ماما بتزع أو بتتعصب وبتضرب على طول ده بيخليه يقلد الشخص ده أو حد من أصحابه في المدرسة أو في النادي رابع حاجة إنه هو فيه احتياجات عنده لازم نكون سدنا عشان ما يبقاش عدواني وعنيف كده زي احتياجه إن حد يحبه حد يهتم به حد يكون يحسسه إنه مقبول حد يحترمه تمام؟ طيب نعالج الموضوع ده إزاي بقى التصرف الصح مع عدوانية الطفل أول حاجة إن أنا أسيب للطفل بعض القرارات البسيطة عشان يحس إن هو إيه بأهميته وما يحسش بالكبت وإن فيه حد بيلزمني بحاجة يبقى أول حاجة إن أنا أسيب للطفل بعض القرارات البسيطة يعني النهاردة هتلبس إيه هو اللي يختار هنشتري مثلا لعبة معينة هو اللي يختارها يبقى سيب لي ابني أو بنتي بعض القرارات البسيطة عشان ما يحسش بالكبت أو بأن هو دايما مجبور على الحاجة آآ تاني حاجة إن أنا لازم أرفض العدوانية واشرح للطفل إيه السبب بمعنى يعني لقيته مثلا أم ضرب أخته أو أخوه لازم أعرفه إن ما ينفعش أضرب حد عشان واحد اثنين تلاتة لازم أعرفه إن أنا ليه آآ يعني رفض فكرة الضرب أو الزعيق أو الحاجات دي كلها وكون قدوة لي أكون قدوة لي إزاي إن أنا لازم أكون أنا كأب أو كأم هادي قدام ابني في التصرف مع أي موقف يعصب ويكون إيه ويكون قوي قدامي عشان ابني يتعلم مني ياخد القدوة دي مني تمام آآ كمان ما استخدمش العنف مع ابني يعني مش أنا بقى بلطش فيه طول اليوم وبضربه وب وبزعه وبصوت فيه وعايز ابني يبقى هادي وأقوله وبقى عدواني كده وعنيفي إزاي تمام الحاجة اللي بعد كده لازم ابني يحس بالحب ويحس بالاهتمام ويحس إن ماما أو بابا بيقدروه وبيحبوه طيب إزاي بقى لازم أوصل لابني ده أوقات كتير جدا لما بنحضن الطفل بيحن مشاكل كتير قوي أولادنا بيحتاجوا الاهتمام وياريت الاهتمام ده يكون مننا إحنا مش من أي حد تاني يبا احنا قلنا في الفيديو ده أي أسباب عدوانية الطفل وكمان التصرف الصح مع عدوانية الطفل نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد مع السلامة